يعني ايه اطفال وابناء المسلمين ازاي يتعامل مع الطفل ازاي يتعاطى مع الولد في هذا السن حتى الولد لو رفض انه يذهب الى المكان لابد ان احنا نصحح هذا الخطأ انما انت جيت تصححيه اساءة التصرف عفوا يعني لان انت بتضربيه عشان تحققي امل وانا بدأت الحلقة ما فيش حد من اب او ام بيكره ابنه وفيش حد اب او ام بيحب ابنه ما يبقاش احسن منه انما اكيد وده من المؤكد ان كل اب وكل ام نفسهم ابنهم يبقوا احسن وانت حريصا انه يتعلم القرية والكتابة وحريصا انه يحفظ كتاب الله وده شيء رائع وجميل انما كيف يتم ذلك هل انت بتخديه من ايديه وبتروحي وهو في ايده اكله وعرف كويس او مين اللي يستقبله وعرف هيقعد وقت قد ايه في قلب المسجد او في قلب المكان انا عايز اقول لكم حاجة ودي ظاهرة كثيرا ما عانى وعانت اجيال منها ان الابن يخرج الصبح الساعة سبعة عشان يتحبس في مكان لحد الساعة واحدة او واحدة ونص الظهر وهو طفل اربع سنين وتلات سنين تحت اسم ان انا مودي يحفظ انت مودي يحفظ عشان تحافظ عليه عقليا ونفسيا واجتماعيا ما نشرح عشان لقنه بس وانا زي ما قلت شروط البيئة اللي الوقت هيحبها لابد وان تكون بيئة مناسبة من يتواجد في هذه البيئة من معلم او معلمة او قائم على الامر هذه مسألة في غاية الاهمية ينبغي ان لها اهتمام لابد وان يكون طربوي بالدرجة الاولى لابد وان يكون انساني بالدرجة الاولى يعني يكون اب ويكون ام حنون وواعي وعارف كويس اوي هو بيتعامل مع مين هذه مسألة استطيع ان اقول لكم اننا يمكن ان نناقش هذه القضية في حلقات ايضا تالية لكي نؤكد على دور التربية الوالدية في هذا الامر كل اب وكل ام يسمع هذه الرسالة لا يجوز لنا على الاطلاق ان نضرب الابناء ضرب قاسي لان الولد بيعند والطفل المعاند هنتكلم عنه وهنقول ازاي نتعاطى معاه وازاي الاب والام يتعلموا كيف يتعاملوا مع هذا الابن لان العناد ليس في كل الامور خروج عن الية التربية وخروج عن الادب وانما احيانا قد يكون اعتراض على السلوك سيء يفعله الاب والام مع الابن واحيانا يكون اعتراض على مطلب مهم وملح للابناء لم يلبى لهم وقت ما احبوا ان هم يبقوا موجودين وكل طفل بيقول لابو امه بشكل مباشر او غير مباشر ارجوك عبرني انا موجود ارجوك يسأل عني انا موجود وكذلك فيه اطفال بيسألوا بيقولوا من جواهم بدون ما يصرحوا بهذا التصريح انتو ليه سايبين انتو ليه محد السائل عننا فانا كنت واقف مع حضرتكو عند موضوع المربي او المربية اللي هو غير الاب والام مسألة خطيرة جدا ان انا سيب ابني لشغالة او مربية هو هتطلع دي تبقى امه هتبقى امه وانت فين الام طبعا مشغولة باهتماماتها الشخصية وكثرة خروجها من البيت وحضرها الى العائلات وما شبه ذلك والابن في مرحلة في كل همسة وفي كل اماء يحتاج الى ان ينظر الى عين هذه الام يحتاج الى ان ينظر الى ابتسامة هذه الام يحتاج الى ان يسمع صوت قلب هذه الام يحتاج الى ان يسمع الى حنوة هذه الام بكلماتها لماذا نسأل او انفسنا فيما بعد قصرنا في تربية الابناء وندفع السمن ونحن كبار السبب هو انه يعني انبت اخرون بانهم يقوموا على شأن هذه التربية تخويف الاطفال من اشياء وهمية زي ما قلت زي العفريت وابو رجل مسلوخة والاب والام اللي رايحين مشوار ورايحين جهة ويطلقوا تصريحات وتلميحات للابناء ان اوعى تيجي معانا اذا جيت معانا اصلي ابو رجل مسلوخة في الشارع اذا خرجت الشارع اوعى تخرج الشارع اصلي فيهم من الغولة اذا خرجت مش عارف فين ده هتلاقي كذا الكلب هيكلك ويبدأوا يخوفوا الاطفال من الكلاب والولد يبقى مزعور هو نايم بالليل اول ما يسمع صوت النباح كلب يتفزع من نوم ويقوم مفزوع ويبكي ويرتعد ويخاف ينام في القوضة والسبب مين السبب حضراتكم السبب الكلمات اللي بيسمعها الولد ويتخوف من اشياء وهمية وهو في مرحلة كل فكره مبني فيها على التخيل كل مرحلة كل هذه المرحلة طفل في ثلاث سنين كل حياته تخيل اللعب بتاعه تخيلي الكلمات اللي بيسمعها بيبدأ يتخيلها بيبدأ يصنع بيئة محيطة حوالي فهمها ايش ناقصة ان الاباء والامهات يساهموا في صناعة الخوف لدى الابناء نأتي الى المحور الثالث والاخير من حلقة اليوم حتى لا اريد ان اقول نغلق ملف المشاكل النفسية هذا الملف مفتوح طوال حلقات التربية الوالدية ترجمة نانسي قنقر